بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا بتاع MS100 Microsoft CX5 Identity and Services. النهاردة هن اكسبلور Microsoft SharePoint Online. اكسبلور SharePoint Online as a Microsoft CX5 Administrator. Enterprise Admin. فهنا في الـ Overview في كذا موديول بيتكلم فيهم في SharePoint. فنحن هنا مش بنتكلم في الـ SharePoint. نحن هنا بنتكلم as Microsoft CX5 Enterprise Admin. بيكلمني على شوية توبيكس. لكن لو انا عايز ادرس الكورس بتاع الـ SharePoint انا عندي الكورس اللي هو الـ MS300. في الـ MS300 بيتكلم في الـ Microsoft SharePoint والـ OneDrive. فا ايه هو الـ SharePoint وايه الحاجات اللي بقدر اعملها منه. لو جينا هنا في الـ Portal Microsoft CX5 Admin Center. تحت الـ Admin Centers هنا هلاقي SharePoint. الـ SharePoint ببساطة product لزيز كده من مايكروسوفت من خلاله بتقدر ان انت تشير الـ Contents او ان انت تعمله as a file server. فممكن نقول ان الـ SharePoint هو Modern File Server. بلاس اننا من خلال الـ SharePoint بقدر اعمل حاجة اسمها Workflow. طب الاول يعني ايه Modern File Server احنا كلنا عارفين الفايل سيرفور وعارفين ان احنا بنستخدمه عشان نشير الـ Documents وعشان مجموعة اليوزرز اللي عندي يأبلودوا فايلز وورد اكسل وتفر الشيتز بتاعتهم. وكل الناس تشتغل على الـ Documents ديت من مكان واحد. فده كان الفايل سيرفور بالشكل القديم اللي احنا عارفينه. SharePoint هو Modern File Server. بقدر من خلاله اعمل ويب سايت. الويب سايت ده الناس بتأبلود عليه الفايلز. فبيقدروا كلهم يشتغلوا عليه من من نفس المكان. بقدر ان انا اضبط زي ما كنت بعمل في الفايل سيرفور بالضبط. فبدي مين يقدر يريد بس. مين يقدر ييديت. مين يقدر يديليت. مين يقدر يريفيو وهكذا. فهنا من الـ SharePoint Admin Center. بقدر ان انا زي ما قلنا ان انا اكريات سايت. عشان الـ Share بتاع الـ Content. وبقدر ان انا اكريت ويب سايت. عشان مثلا انزل عليه الـ News. زي الويب سايت. اي ويب سايت احنا عارفينه. News ويب سايت. مثلا بنزل عليه اخبار الشركة. الناس بتقدر تشوف الـ Content اللي انا بحطها على الويب سايت. ولكن ما بتقدرش ان هي تـ Edit او ان هي تـ Remove او وطفر او ان هي تـ Add يعني. فمن هنا على الشمال عندي الـ Sites. لو نزلت تحت Active Sites. رأي فيه Default هنا. وفيه Sites انا يعني كنت بتست عليها. فنحن ممكن نقول له انا عايزة Create Sites. فهنا بيسألني هل هو Team Site ولا Communication Site. Team Site ده انا استخدمه عشان الـ Users يأبلودوا فايلز ويعملوا Share لها ويشتغلوا كلهم من نفس المكان. As a file server. وهنا ال Communication Site. هنا لو خدت بالك بيقول لك Share information that engaged and informs viewers. Create portals or subjects specific sites. Engage dozens or thousands of viewers. يعني ناس كتير تقدر تشوف الويب سايت بتاعي بس محدش يقدر انه هو يعدل في الـ Content بتاعته. Few content authors and many sites visitors. ده اللي هو الويب سايت اللي احنا فلو طول انا عايزة Create Team Sites. وليكن السايت ده اسمه مثلا Team Contents. فبيverify name فلا انه هو Available. انه ما فيش حد مسمي الـ Name ده. ممكن بس نشيل الـ Spaces ديت. هنا ده الـ URL اللي انا هقدر اكسز منه الويب سايت اللي انا بكريته دلوقتي. وهنا الـ Group Owner مين اللي هي manage السايت ومين اللي هي Add members ومين اللي هيديهم الـ Permissions بتاعتهم. وليكن الـ Admin بتاع السايت خالد. اللغة اللي سايت كارب بها الـ English وبعدين اقول له Next. ممكن Add members من هنا. وليكن هنقد السيد. ممكن ياد عبد الرحمن. الـ Finish. فهنا في الثواني انا عملت create the sites. الـ Sites موجود هنا اهو. ممكن اكليك على الـ URL بتاعه. فهيفتح الـ Sites هنا. فزي ما لتم شايفين من هنا انا ممكن Add contents. هنا تحت documents ممكن Add contents من هنا. ممكن اكريات فولدر مثلا للـ HR. عشان يرفعوا الـ data بتاعتهم هنا. وتحت الـ HR ممكن اكريات فولدر لكل يوزر. زي ما كنا بنعمل في فايل سيرفور. ممكن Asset permissions. مين يأكسيز هنا ومين ما يعملش اكسيز وهكذا. فوق هنا لو اخدام بالكم Add news. انت ممكن كل يوم في الـ Websites بتاع الـ SharePoint اللي انت عملته الشركة عندك. ممكن تـ Add news هنا كل يوم تحط news مختلفة عن اليوم اللي قابليها. ومن هنا ممكن تقول له new. ممكن تعمل New List. New List زي مثلا Excel sheet بتـ Add في الـ data بتاعتك. عشان تستخدمها في Workflow. انت هتعمله فيما بعد. يعني ايه Workflow? Workflow زي ما تقول كده. ممكن ان انت باستخدام Power Automate integrated مع SharePoint. فتعمل Workflow. واللي يكون حد هيفتح الـ SharePoint Portal. هي Submit أن والليف مزلا. هي Submit أجازة. فبتقول للـ SharePoint لما حد يـ Submit أجازة. بيزدع على مين المانجر بتاع اليوزر ده. هيتبعت إيميل للمانجر بتاعه. لو هو عمل Approve. لو المانجر عمل Approve على الأجازة. فممكن اقول له Next Action. فالـ Next Action ان انت تسند الـ Request للـ HR. لو ده هو كمان. فيتبعت اليوزر ان الأجازة بتاعتك مقبولة لو تقدر تأخذ الأجازة. لو في حد عمل بيرجعى اليوزر طبعا مش هيكمل للـ Flow. وهيرجع للـ User يقول له أنت إيه الأجازة بتاعتك Rejected. دي حاجة من أنواع الـ Workflow اللي أنا أقدر أعملها باستخدام SharePoint. ممكن أكريات هنا Document Library. Document Library زيها زي الـ Content اللي أنا بعملها كريات من هنا. فأعمل Document Library أد فيها Documents. وليكم مثلا تست. Create. فمن هنا برده نفس الفكرة ممكن أنا أبلوط فايلز. ممكن أنا أكريات فولدر. أحط الـ Data وليكم مثلا. لو طول أنا عايز جوة الـ Document Library أنا عايز أكريات Word مثلا. فهنا بيفتح لي الـ Word Online. إذن أنا مش عامل الـ Word على اللابتوب بتاعي. فممكن نفتح لي الـ Word Online زي ما انتم ما شايفين كده. وحطوا الـ Content. أقوله مثلا. Hello. Everyone. ولما أجي أسايف. من الفايل هنا أقوله أنا عايز أسايف. بعد ذلك أقوله save. فهنا في الـ Library هنلاقيها. فممكن أن أنا أبلوط الفايلز بتاعتي. وممكن أن أنا أكريات Online Files Excel Award أو أطفر النوع الفايل اللي أنا عايز أكرياته هنا وحط فيه الـ Data بتاعتي. فمن هنا. بقدر أن أنا أسايفة بقدر أقول مين يقدر يـ مين يقدر يـ مين ما يقدرش مين إنه هو يقدر يـ مين يـ و هكذا. ممكن من الترس ده. لو دوست عليها بلاقي عندي هنا فمن سايت Permission فمن سايت Permission بقدر أـ Add Members Add Members فبقدر أـ Add من هنا. ومن هنا برضو بقدر أن أنا أدي الـ Permission للـ Users اللي أنا بعمل لها أـ Add زي ما أنتم مشايفين كده. سايت Owners سايت Members سايت Visitors فبقدر من هنا أن أنا أـ Add مثلا الـ Permission بتاعتي الـ Read لو دوست عليها كده. لو جيت مثلا Advanced Permission Setting ممكن ألاقي Grant Permission لو دوست عليها فها Grant Permissions لحد. فبيقول لي مين اللي أنت عايز تعمله أـ Add للـ Site وإيه الـ Permission اللي هيخدها. وليكن مثلا الإيميل باسل مثلا فزي ما شايفين كده هذه الـ Permission اللي بقدر أديها الـ Passel هل هو Full Control هل هو Edit Contributor هل هو Read بعد كده بقول له Share فباسل بيقدر بيزدع الـ Permission اللي هو أخده يقدر أنه هو يلعب في الحتة ديت. طيب أنا الـ Documents ديت ممكن لو قفلت دي كده ممكن من هنا الثلاثة نقطة دول ممكن أنا أدولد الـ Document دي ممكن أنا أقابي لينك وأبعطه الحد يقدر يأكسس هذا الفايل ممكن أشير لو قلت له لو قلت له دوست على شير كده وقلت له مثلا شير الـ Document ده مع عبد الرحمن وقلت له Send ممكن أقابي لينك لو أنا عايز اللينك اللي يوصلني للـ Document دي وممكن أنا أقول له Send فهيتبعية إيميل لعبد الرحمن يعني لو رحنا فتحنا الإيميل بتاع عبد الرحمن هنلاقي أن الدوكمين ديت بعتت له في الإيميل إذا لينك يدوس عليه هيوصل للايه للـ Document دي طيب من هنا من الـ SharePoint Admin Center بقدر للاقي هنا الـ Storage الـ Available للـ Site بتاعتي اللي أقدر أحط فيها ديتا عندي بتاع 2 تيرة ممكن أحط فيهم files و documents وحاجات ممكن إن أنا من هنا فيه تاب اسمه Migration لو أنا محتاج إن أنا أرفعه عندي هنا على الـ SharePoint فمن Migration بقدر أعمل كده من Migration Manager فالـ Migration Manager ده بيجيب لي الـ Folders من على الـ On-Premises File Server بكل Permissions اللي أنا مديها للـ Users في الـ On-Premises الـ Deleted Site الـ Deleted Sites أنا لما أدليت الـ Web Sites أنا أعمله أو Team Sites وليكن اللي إحنا لسه عملين له كريات زي كده وجيت هنا قلت له أنا أريد أن أدليت الـ Deleted Site ده أو هيتنقل من هنا هيروح في الـ Deleted Sites في الـ Deleted Sites هنا سيقعد حوالي 93 يوم وبعد كده هيتدلت نفس الكلام هنا جوه الـ Web Sites فيه عندي أن أقدر Add documents أن أقدر Add pages في Recycle Pin لو أنا عملت Delete File أو عملت Delete Document بقدر ألاقيه هنا في Recycle Pin فأنا كـ Admin أنا ك SharePoint Admin أنا كـ SharePoint Admin أنا أقدرت أكريات السايت للـ User Team سايت عشان يقلو بريتهم مع بعض من هنا من الـ SharePoint Admin Center بالنسبة للـ User بقى هو هيوصل إزاي للسايت عشان يقلو بريتهم كمان اليوزر يقدر من خلال مثل البروفايل بتاعه، يعني لما بيخش على portal.office.com فبيفتح له هنا البروفايل page بتاعت اليوزر فبييجي على التاب دي يدوس عليها فبيلاقي من ضمن الـ Online Applications اللي هو بيقدر يستخدمها بيلاقي هنا SharePoint، بس هنا SharePoint هو مش Application SharePoint هنا هو Platform فلما بيدوس عليه كده فبيفتح له هنا حاجة شبيهة لللي احنا كنا فيها للـ SharePoint Admin Center بس هنا بيفتح له ايه الويب سايتس اللي هو جوين فيها في الـ Team Content اللي احنا عملنا لها Delete فيقدر يلاقي هنا الحاجات اللي SharePoint Admin ادالوا Access عليها يقدر يشوفها من هنا ويقدر هو كمان من هنا يدوس على نيو ديت فيقدر يكريت نيو لست هو as a user يعني يقدر يكريت لست document library page يقدر انه هو يعمل الحاجات ده كلها وعنده برضه cycle pin عنده documents هنا في الـ documents يقدر انه هو يحط data ويرفع files وحاجات زي كده طيب لو داس هنا على الثلاث نؤقت دول هيلاقي عنده Automate Automate لو هو عايز يعمل زي ما قلنا وورك فلو طيب لو جينا هنا في الـ Explore SharePoint Online هلا ايه بيكلمني على الـ site permissions لو دخلنا جواها هتعرف هنا ايه انواع الـ permissions اللي موجودة كل permissions بيدي اليوزر ايه في المنظر ده كده الموديول اللي بعد كده بيكلمني ايه انواع الـ sites اللي موجودة في الـ SharePoint وزي ما قلنا فيه عندي team site وفيه عندي وفيه عندي الـ communication site الـ team site كل الناس بتقدر تنهيها تتكولوبريت وتشير وتإديت وتآد وتليت وكل الكلام ده communication sites هو بس الـ admins بس هم اللي بيآدوا لـ communication sites وباقي الـ users هم بيخشوا as visitors يشوفوا الـ content وفيه عندي نوع ثالث اللي هو الـ hub sites ده بيبقى يعني حاجة بتشمل الـ 2 فهنا بيقولك الـ hub sites share point hub sites provide important building block for organization فهو هنا لما هتيره هتلاقي انه هو بيقولك انه هو بيشمل الـ 2 مع بعض طيب هنا بيقولك لو انت عايز لو انت عايز تplan للـ migration فانت عندك حاجة اسمها migration manager اللي احنا شفناه وعندك tool اسمها share point migration tool الاتنين دول بقدر انه اميجريت الفايل سيرفر الـ on-premises للـ share point online بنفس الـ permissions بتاعت الـ users فهنا بيشرح لك الـ migration هيحصل ازاي وتاخد بالك من ايه وهكذا فهنا بيكلمني ازاي ان انا اريكوفر الـ data عندي ان انت تريكوفر فايل الـ user عمله delete او تريكوفر ويب سايت انت عملت له delete عشان تريكوفر اي data عندك الـ recycle pin عندك local recycle pin الـ user بيلاقيها هنا في الـ profile بتاعه اللي هي recycle pin بتاعت الـ user بيقدر ان هو يجيب الحاجة اللي هو دلتها بنفسه وفي عندنا اللي هو site collection recycle pin اللي هو من خلال share point admin اللي هو ده في عندي هنا هتلاقي في الـ website هتلاقي recycle pin للـ site لو دوسنا على اللينك بتاعه ده هتلاقي recycle pin للايه للـ website وفي عندنا نوعين تاني قادر ان انا اعمل بهم recover للـ data لو اخدم بالكو هنا بيقولك الـ data بتقعد 93 يوم في الـ recycle pin اي documents بتتدلت في نوعين تاني تقدر ان انت تريكاور بهم الـ deleted data حاجة اسمها الـ versioning ان انت الـ document اللي انت شغال عليها على الـ share point بيبقى عليها versions فممكن ان انت الـ share point admin يرجع لك version انت كنت اشتغلت عليه قبل كده يعني الـ data ما تكونش موجودة في recycle pin فنستخدم النوع ده من الـ recovery ونرجع version قبل كده كنت انت اشتغلت عليه وفي حاجة اسمها point in time recovery دي من خلال مايكروسوفت بتفتح support ticket مع مايكروسوفت بتقدر ان هي ودي لازم يعني مايكروسوفت هي اللي ترجع لك الـ data فهنا اسمها point in time recovery وليه طريقة مايكروسوفت بتستخدمها وبيقولك ان هي لازم ما يكونش عادة على deleted data 14 يوم فبيديك مثال هنا لو انت دللت data يوم 25 او دللت data يوم 10 وقيت تطلوبها يوم 25 مايكروسوفت هتقولك انا مش هقدر ارجع لك الحاجة ديت عشان عد عليها 14 يوم اليونت اللي بعد كده بيتكلم على anti-malware protection وزي ما احنا معارفين ان مايكروسوفت بتبروتكت كل الـ applications وكل الـ cloud بتاعها من خلال Microsoft 6 5 Defender فبنستخدم الـ anti-malware اللي موجودة على Defender عشان نبروتكت الـ share point ونبروتكت الـ teams ونبروتكت الـ exchange ونبروتكت الحاجات دي كلها فهنا من الـ admin portal Microsoft 6 5 admin center بتلاقي عندك هنا في التاب بتاع security هنا Microsoft 6 5 Defender تحت policies and rules بتلاقي هنا Threat policies تحت Threat policies بتلاقي الـ anti-spam والanti-malware والحاجات دي كلها بتاعت security مايكروسوفت بتستخدم Defender اللي هو security solution بتاع مايكروسوفت عشان تبروتكت بيه كل الـ online services بتاعتها فمن نفس المكان اللي أنا بكونفجر منه الـ policies للـ exchange هو هو بكونفجر منه الـ policies للـ share point والـ teams والكل الـ online services بتاعت مايكروسوفت